بساعة الخير مشاهدين يا كرام أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج من وقلة فاقراتنا الأولى مهمة جدا وهي عن قوة السوشيال ميديا وتفاعل الجمهور معاها غيرت حاجات كتير جدا في مجتمعنا المصري بس في معظم مستخدم السوشيال ميديا بيستخدم السوشيال ميديا كعمل خيري وخدمي لنشر معلومات مختلفة عن جماعة التخصصات معظم الناس دي بتضيع فيه معظم الناس بتضيع وقتها على السوشيال ميديا فيه ناس تانية بتخلق أحلام وأفكار وبتقرات على السوشيال ميديا تماما ضمن الشخصيات القادروا يستخدموا السوشيال ميديا في أنهم يفيدوا الناس ويقدموا محتوى ومفيد وخدمات تقدر الناس من خلالها تستفيد منها جروب بدأ من تحت الصفر جروب ده باسم العصابة وكان بيختصر عن تبادل أو كان بيقدم تبادل معلومات عن السيارات الأوبل مش بس كده كان بدأوا مؤخرا أنه هما يقدموا خدمات اجتماعية وإنسانية للناس على السوشيال ميديا أو مساعدات من خلال سواء أنت عندك سيارات قبل أو نوع تاني من السيارات لو حصل أي مشكلة لقدر الله مع سيارتك في أي ظرف من الظروف بيقدر من خلال الجروب ده أنه هو يساعدك سواء في قطع الغيار أو سواء له قدر الله حصل حاجة العربيتة بيقدر من خلال يساعدك غير كمان مساعدات الإنسانية الأخرى برا موضوع السيارات خالص خلالنا بس نرحب الأول بديوفنا الأول معنا الأستاذ مهند النعميني مؤسس الجروب أهلا بحديك فاندي أهلا سلام سلام أستاذ عبدنا فان بنورك مشكور ومعنا البشمهندس طرق الخراشي أهلا بحديك فان في البداية كده عايز بنا نعرف يعني المشاهد أكتر قصة الجروب ده إزاي بدأته وإزاي أنت فكرت أن أنت تعمل الجروب ده وتخدم الناس من خلاله تمام في البداية أنا مشكورك على استضافتك لنا النهار ده رب نكون ضيوف خفاف على ربنا يخليك خلينا نتفق في الأول على أن اللي حنتكلم فيه النهار ده أو اللي حنقوله ممكن يكون غريبة على استاذة اللي بيشوفه البرنامج أنه هو بيتطبق على الجروب على السوشيال ميديا هو الناس من متعودة أن ده بيشوفه في شركات في مؤسسات بس إحنا الدنيا عندنا هتبقى مختلفة شوية القصة بتاعت الجروب بدأت من خمس سنين تحديدا في فبراير 2015 ساعة إنشاء العصابة الفكرة جات من أن أنا زي أي مالك العربية بيخش جروب للملاك بتاعها عشان يبدأ يتبادل الخبرات ويفهم العربية بتاعته أكتر فكنت أنا في جروب معين وبشكل أو بآخر حصل خلافات مع الأدمين لأن تضح أنه نوعا ما بيحاول أنه يبتز الناس الموجودة اللي بتقدم خدمات فحصل الخلاف بيني وبينه وطلعت من الجروب بتاعه بس واضح أن نوعا ما كان لنا أصدقاء كويسين في الجروب إن بدأوا يسألوا طب وهنا أطلع ليه وكده وكان الأدمين كل محد كان بيتكلم تب أشمعنا خليت فكرة جروب عن المساعدات في الأول سيارات قبل أو خدمات سيارات قبل هتستغرب لو قلت لك إن ده ما كانش من ضمن أهداف الجروب أساساً يعني زي ما قلت لك أنا كان فكرة إنشاء الجروب في الأول إن هو ألم مجموعة الصحابية عشان لما نحب نخرج في مكان أو حاجة زي كده ده كان الهدف في الأساس لكن في دماغنا فكرة مساعدة عربيات ولا إن إحنا نبقى أكبر جروب لملاك العربية دي في مصر ومن هنا بدأ إن إحنا نعمل الجروب دي قد بدأ بستة في الأول النهاردة إحنا وصلنا خمسة وستين ألف عضو يمكن أكبر جروب لملاك قبل في مصر والوطن العربي مع الوقت غصباً عننا هدف إنشاء الجروب بدأ يتغير زي ما حلاك هتعرف خلال البرنامج اخترت اسم الجروب دوت الهدف معين زي ما دائماً بتلاقي في المسأل الداريج بيقولك أنتوا هتعملوا عصابة علي ولا إيه دي كان سببها أو معناها أن الناس بتتجمع مع بعض وبتساند بعض في مواكد أي حاجة ده أنت سمت الجروب باسم العصابة عشان كده؟ يمكن ناس كتيرة ما تعرفش سبب تسمية الجروب بس هو تسمى العصابة لثلاث أسباب بصراحة السبب الأولاني إن أوقوف الأعضاء اللي بدأت معي الجروب من الأول كانت توقفها في ظهري وتلمينا كلنا مع بعض وإحنا ما كناش نعرف بعض خلص لسا يعني العلاقة كانت سوشيال ميديا فبدأت الناس تتجمع وبقينا كلنا مع بعض زي ما نكون صحاب وعصبة مع بعض وكده فاستلهمت الاسم من الموقف ده النقطة الثانية إن حبيت أكسر القعدة دايماً أي حد يمكن تحطى حداك سمعت أو لما سمعت لقب أو اسم العصابة ربطته على طول بالأزى والشر والإجرام فحبيت أكسر القعدة إن لا ده اسم عصابة ولكن على غير المعتاد هي عصابة في الخير وفي العمل المجتمعي والكلام ده كله سبب التالت إن أنا ما بحبش النماطية أو الموضوع التقليدي أغلب جروبات العربيات في الوسط بتاع العربيات ده حتلاقي إنهم سمي جروب بتاعه رابطة كذا نادي كذا مولاك كذا حبينا إن إحنا نخرج عن المألوف فقلنا نسمي عصابة تبقى اسم يرن في ودان الناس فدي كانت فكرة إنشاء جروب في البداية طيب تمام بس إسمعت مؤخراً فيه انتقادات على الاسم ده وإنت قابلت كتير انتقادات بسبب اسم العصابة إزاي تعملت مع الانتقادات دي؟ إحنا كنا هنتحبس بسبب الاسم الجروب ده بصراح بدأ الموضوع في الأول إن الناس بتنتقد و بتتريق على الاسم لإن إحنا الجروب عندنا فيه سيجمينتيشن محترمة رتب وكام كله فكان العضو بيستعب أو بيستكبر أنا راكب أوبل وحط لوجو أو أقول مثلا إن أنا عضو في العصابة الاسم بالنسبة له كان مش تقليدي يعني إيه أنا عصابة وزي ما قلت لك إنهم دايما الناس ربطة الموضوع ده بقصة إن الشر والحاجات طبت ليه شايفه ميزة مع إنه هو فعلا مرتبط بالشر يعني مع إنه هو دلوقتي بقى تقليديا ما عادش حد بيقول عن نفسه أنا في العصابة يعني أتقول لك الناس نهار ده بيتها تباهة أتقول لك أنا مجرم في العصابة ونفس الرتب أو نفس الشخصات اللي كانت زمان بتستجبر القصة دي بسبب وضع الجروب النهار ده في مصر والكلام عملت لفع كبير على ستوششال ميديا بدأت الناس لأ أنا بيتفخر أنا عضو في العصابة أنا مجرم في العصابة فكان في الأول إحنا بناخد الموضوع كنا بناخدها بتنشانة شوية ونبدأ النهار ده بقينا بناخد الموضوع بشكل سلس جدا وبنفهم الناس اسم الجروب ده إيه ولما هتخش وسطنا هتعرف سبب التزمين وكده فبدأت الناس الانتقادات تقل كتير عن الاسم وبقى اسم دارج بالنسبة للناس يعني طيب تمام في بعض السيارات بقى فيه شعار باسم العصابة على جميع السيارات اللي بتتعمل مع حضراتكم من خلال الجروب تمام؟ أعايزين بده نعرف إيه فكرة الشعار ده وإيه هدفه يعني طيب خلينا نتفق زي ما اتفقنا في الأول إن إحنا حاولنا أو الهدف بعد ما بدأ الجروب يكبر إن أنا بدأت عايزة عمل حاجة تفيد الملاك للأوبل فبدأنا نعمل الجروب وعملنا كوميونيتي صغيرة كده للناس على أساس أنهم يحسوا إن فيه ترابط مجنوب فكان بنفكر في حاجة أتعايز تجمع كل العصابة إن العربية دي أعلى شعار معين بدأتها بالعصابة أو منضم للعصابة كانت وسيلة إن الناس تعرف بعض على الطريق في الأول يعني أستاذ أحمد راكب أوبل وماشي ومعايا صديقه أو زميله واحد تاني في الجروب راكب أوبل برضو طب يعرفوا بعض إزاي فبدأنا نفكر في موضوع الشعار والشعار ده مر بمراحل كتير يعني ده تاني لوجو للعصابة كان فيه لوجو قبلها بدأنا نفكر في القصة دي إن الناس تعرف بعض ويمكن بسبب اللوجو ده النهاردة بقى فيها حاجات كتيرة جدا يعني وقائع لو سمعتها حتستغرب جدا بسبب اللوجو يعني يا ما كان حصل مواقف إن واحد مثلا راكب أوبل ويلاقي حد تاني راكب أوبل ومعلق اللوجو بتاعنا وقف مثلا عطلانا على الطريق أو كده بسبب اللوجو ممكن جدا هم يبقاش عرفه ينزلوا ويساعدوا وفيه مواقف كتيرة مشابهة زيادات بسبب اللوجو فبقت وسيلة الناس تعرف بعض كان الهدف الأساسي منه إنه هم يتعرفوا على بعض ويبقى فيه تواصل اجتماعي دلوقتي الموضوع بقى يعني بقى فيه حركة كده لطيفة بيقولك أنا بقفش عربية عليها اللوجو بتاع العصابة فبقيت أنت مجبر إنك تأزمني عشان ينزلوا يتعرفوا على بعض والكلام ده كله فده الهدف من موضوع اللوجو يعني تمام بشمان دستار بصفة لك بقى إنك الأدمن والمسؤولة عن الجروب إزاي بتاعف تتعامل مع الأعضاء بتاعت الجروب وتتواصل معاهم وتحل مشاكلهم هو إحنا عندنا فيه نظام معين بالنسبة للتواصل بالنسبة لأي حاجة إحنا عندنا حاجة اسمها أبليكيشن تمام الأبليكيشن ده عبارة عن برنامج عاملوا عندنا العقاريون وبتاعنا سيد محمود لبدا قدت معنا كل حاجة في الجروب تحت صباحك يعني الأبليكيشن ده بيقدم خدمات إيه؟ كل حاجة عايز تطلع عضوية بتخش في الأبليكيشن عايز تطلع كرنية مش موجود ضاع أو اللوجو ضاع بتخش الأبليكيشن بالنسبة لأستاذ المشاهدين الأبليكيشن على الهوى دلوقتي تمام عايز تشوف عايز قدعة تغيير معينة بتخش الأبليكيشن عايز خدمة معينة تخص بأنواع سيارة معين ولا كل أنواع سيارة؟ في حاجات عندنا في الأبليكيشن خاصة بالقبل زي ماكيز الصيانة مثلا في حاجات زي كاركير مثلا بتبع عايز أي عربي فتبتخش كل حاجة في الأبليكيشن عن طريق الأبليكيشن ده أنا ممكن الحدي بيعنده شكوى ولا حاجة بيخش أنا بعرف على طول إنه عنده شكوى بيجي لي إيميل إنه فيه مشكلة كذا 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 بخش أتعامل على طول أو ممكن ينزل بوست أو لما ينزل بوست أنا بخش أشوفه وبتدا تتعامل بقية المشكلة طب سمعت إنه فيه عملته حاجة زي كارنيه عضوية عندنا كارنيه عضوية إزاي بقى زي تم التعامل مع الكارنيه ده أو إزاي بتوفره للأعضاء أو إيه الشروط اللي العضو المفهود إنه يعمل كارنيه للجروب لو تسمح عايزة ضيفة نقطة صغيرة على موضوع زي ما اتفهنا في الأول إنه إحنا الجروب مر بمجموعة من المراحل عشان نوصل بشكل أو بآخر بطريقة بروفاشنال شوية فكان زي ما بشمونس طارق وبالمناسبة يعني إحنا يعني اللي بيدير العصابة النهاردة كتيبة محترمة جدا من الأدمينز على عشان طبعا إحنا بسمينه الموسوعة بشمونس طارق لإن الراجل ده علم كبير إحنا بنستغله ومسوعة كل الأعضاء بتشكر في المشبونس إحنا يعني عندنا من النهاردة كل الأعضاء بعتولي رسائل قالوا لبشمونس يعني لو يسمحي بشمونس طارق الأدمينز اللي عندنا فيه كل تخصص فيه حد ماسكه بشاركة معين يعني مثلا عندنا مدام دالي عجمي دي بيبقى لقى بتاعها بسمينها الكبيرة كبيرة مقاما عندنا دورها إيه بقى في الجروب دي دورها إن هي تتولى الشكاوي والمشاكل بتاعة الأعضاء اللي بتواجههم مع التوكيل الحكم إن هي دي أول حد دخل الجروب معايا بعد ما أنا أنشأته على طول فليها علاقات محترمة مع الناس في التوكيل بيبدأ أنها تتواصل معهم عشان تزلل الصعوبات اللي عندهم وتحللهم المشاكل بتاعتهم فالتخصص أو المشكلة الجزء الأولية هي تاعة الشكاوي والمشاكل بتاعة الأعضاء مع التوكيل بيتولاها مدام دالي عجمي وأنا معاها في القصة دي دي أول بشمونس طارق برضو ما بيتعملش مع المشاكل دي ما أنا أقول لها حالك بشمونس طارق إحنا رمينا عليه مسؤولية أكبر الراجل بنستغل خبراته بقى في القصة دي فمسكنه موضوع حاجة اسمها تيكنيكا السابورت أو الدعم الفني إن أي حد عنده أي أعطال أو مشاكل أو كلام دا كله الراجل دا متواجد 24 ساعة في الجروب يعني لو ساعة 3 الفاجر عندك وحصل حد عنده عطل ودخل نزل على الجروب تلاقي أول حد بيروت بشمونس طارق الخراشي فمسكنه المسؤولية بتاعت إنه تواصل مع الأعلاق في حالة مشاكلة معها مراكز الخدمة المعتمدة يعني لو بشمونس طارق حيشرح لك بعد كده في موضوع الأبليكيشن إحنا عندنا شبكة كبيرة جدا من التعاقدات لمراكز الخدمة والكلام دا كله في عندنا جزء تاني اللي بيتولى متابعة الجروب نفسه وبيتابع بقى البوستات اللي بتنزلوا كده على رأسهم مجموعة من الأدمز المحتمين أدم عمر المندروي أدم محمد عيتمين يعني كل واحد هي مجموعة كاملة كل واحد له دور معين معين أو بساعد الأبليكيشن عشان هزيب الكلام لبشمونس طارق إحنا وصلنا المحادي عشان نحاول بدل مكان أغلب الجروبات اللي في مصر اللي واحد بينازل بوست ويستنى حد يرد عليه لأ إحنا لخصنا زي ما بشمونس طارق قال إن كل اللي أنت بتحلم بيه وتتمنى موجود في مكان واحد بيصبع بتقدر توصل له على طول بشمونس طارق يقدر يوشل حيك أكتر الأبليكيشن عبارة عن إيه وإيه المتيازات اللي موجودة فيه معانا مكالمة هاتفية الأستاذ علي أحد أعضاء جروب أمسال خير بساعد النور يا فندي إزاي حضرتك عام ديه كلمنا بقى كلمنا بقى عشان بس الوقت كلمنا دلوقتي عن مميزات الجروب اللي أنت شايفها وإزاي بشمونس طارق والأستاذ مهند بيتعاملوا معاكم في الجروب وإيه الخدمات اللي بيقدموها ليكم طب أمسال خير مهند أمسال خير طارق كرسانة وانت طيب وانت طيبين سهل السرية المحبوبة مبدعيا أنا شر إن أنا اشتركت في الجروب دل مهندس طارق حصل مشكلة عندي في عربيتي ما كنتش عارف أي حد دخلت سألت قال لك وش على جروب اسمه لعصابه فاكلمت المهندس طارق في بص صغير قلت محدش هيعبرني قلت له أنا عندي مشكلة في عربيتي ووقف على الطريق فوقعت إن الرجل ده يعني تابعني أكتر من ساعة ومص بيكلم لحد ما عربيتي دارت فاتشفت إن أنا في غصة نفس جروب محترم وعيلة محترمة لحد ما اتحركت بعربيتي إقرار لا تابعني وكان سبب إن أنا اشتركت في الجروب بالكيان ده الخدمات اللي بقدمها لنا أي مشكلة بتعرض لها في أي وقت بلاي قد من محترمين جدا بكلمهم بيردوا عليها في أي لحظة بقول لهم مشكلتي بيحلوها لي عندي مشكلة مع الوكيل نفس أو التوكيل بيحلوها لي في لحظتها عندي أي مشكلة في أي حاجة حتى لو خاصة بيحلوها لنا يعني ده مش جروب عربيات بس دي عيلة عيلة كبيرة جدا فيها 65 ألف شخص كلهم صاحب وإخوات وبيساعدوا بعض محبة الوجه اللي نفيش حد عايز من أي حد حاجة طيب أستاذ علي حضرتك يعني أنا عايز اسألك سؤال بقى برا الجروب خالص تمام؟ إيه الفايدة اللي ممكن يخضوها البشمان دستار والأستاذ مهند من العمل أو عمل الجروب ده؟ ولا أي حاجة بيعرف ناس كويسة أيوة عشان فيه انتقادات وصلت لي إن لهم مصالح شخصية بس أنا في الجروب ده بقى لي يعتبر كده في حدود سنة يعتبر من الناس الحديثة بس أنا فعلا لحد اللحظة دي الناس دي مفيش من وراء الجروب ده بالنسبة لها أي مصلحة فعلا على عكس الناس دي بتضيع عوقتي كتير جدا في مساعدة الناس بتحل مشاكل لناس فعلا ما تعرفهاش يعني أنا في ناس في الجروب كتير جدا أعرف ومع انتقادات سوشيال ميديا لو عمري شفتوما ولا شافوني سحنا صحاب جدا فلا لا لا أنا مش شايف إن في أي عائد مدى نهائي للناس دي على العكس تمام أشكرك يا صوز علي شكرا جزيلا بشمان سطرق بقى عايزين بقى نتكلمنا عن شبكة التعاقدات والعروض اللي بتقدمها في الجروب واللي بتخدموا بها الأضاء طيب مبدئيا إحنا طبعا عشان نخاضر إحنا جروب أوبل فطبيع جدا إحنا بالنسبة للخدمات بتاعت العربية اللي هي كميكانيكا وكقدع غيار من اللي بقى مركزين على أوبل بس في حاجات تانية بتبقى عربيات تانية ممكن تشتغل يعني زي مثلا الكاركير زي النانو سيراميك زي حاجات دي كلها بتبقى كل العربيات تفرش جوه مثلا فأنا المسهول التعاقدات دي بتاعتي أنا بحاول أشوف إيه اللي صاحب العربية عايزه وبعمل عايز بقى توكيل معتمد عايز توكيل مش معتمد عايز مكان يبيع يشتري من قطاع غيار عايز مكان يصلح في عربيته كاسمكرة وديهان مثلا بابتدى يتابع أشوف حد كويس وثقة ويحيا عرفي عن إيه عضو في جروب العصاوي عضو كبير وبتدى يتواصل معايا طبعا إنت إزاي بتم اختيار المؤسسات الهندسية اللي تتعامل معاكو أو تتعاقد معاكو وإيه الشوط اللي لازم تكون متوفرة فيها لشان يتعاون معا جروب العصاوي بص هو في الأول كون إحنا بنسعى نتعاقد مع الناس دلوقتي الناس هي تشعى نتعاقد معانا فأنا النهاردة مثلا عندي ويتيك الناس تفيه أكتر من 200 تعاقد أنا دلوقتي بقعد الفاضل في النوم وابتدى أنه أنا أشوف المكان كمعاملة أول وبعدين كمكان فني وكان أنا عشان أبقى أعارف برضو نبقى متفقين إن أي مكان يجب أن يحصل فيه مشاكل ببقى أشوف إزا كان هو لما تحصل عنده مشكلة هيحلها إزاي تمام دي الفكرة طيب ببعت له حد يشوف أو أروح أنا بنفسي أشوف المكان محترم من الناس المحترمين عندهم اسميشالتوز بتاعت العربيات طيب أنتو لكو تعاقد مع التوكيل نفسه طبعا إحنا نتعاقد مع كل فروق التوكيل طبعا والبراكز المعتمد من التوكيل أساسي طب برضو عايز أسألك لو واحد عنده مشكلة بره السيارات خالص يعني واحد عنده مشكلة مثلا إن هو عايز اشتراع عربية عنده مشكلة مثلا إن العربية أنا شفت في الجروب إن في واحد كانت عربيته تقريبا انفجرت أو أولا أموته وإنتو كانت فيه مساعدة مالية أو إنسانية من ناحية الجروب أو أعضاء الجروب إنه قدرتوا من إنتو توفروا له عربية جديدة أو تصلحوا له العربية هل خدمات الإنسانية دي بيتقدموها بشكل مستمر ولا موضوع فقط إن كنتو بتقدموا عروض وإنفنتات معينة للسيارات بالسيارات زي ما قلتك هي بدأت الفكرة في الأول اللي هو إن إحنا جروب متخصص في أوبل أوبل عموما يعني أنا أوبل فيها موديلات كتيرة أنا بتكلم أو أنا معني بكل الموديلات دي لما بدأ العدد بتاع الجروب يكبر وبدأت النشاطات بتاعته تزيد وبدأ الترابط ما بين الأعضاء يوصل بشكل كبير جدا نحبقين عيلة واحدة تقريبا كل يوم قاعدين من الناس دي عارفة بعض وبيتكلموا مع بعض في ناس اتجوزت من العصابة من عندنا فبدأ النشاط غصبا عندنا أو طبيعة الجروب تفرض نفسها علينا إن إحنا مش جروب عربيات بس بدأنا نوجه أنتو كأسرة واحدة بدأتوا تساعدوا نفسكو بنفسكو حتى في أي مساعدات برا زي ما تقول بدأنا نعمل مجتمع صغير مغلق علينا يعني إحنا حتى عندنا من ضمن الصفات أو المزايا اللي ممكن ما تلاقاش وجود تاني عندنا حاجة عاملنا اسمها تخصصات العصابة بمعنى زي ما بشمصصري كان بيتكلم لو حد عنده حاجة شخصية أو أستاذ علي لما كان في تيفون حد عنده حاجة بعيدة عن العربيات خلص بقى بيلجأ للعصابة أول حد بيسأل على يا جماعة أنا مثلا عايز نسافر برا عايز أحجز تايران بيلاقي يرده وبيلاقي ناس بتساعده كافة بدأنا نعمل فكرة جدا سمع تخصصات العصابة بمعنى كل مجموعة أعضاء بيشتغلوا نفس الوظيفة عملنا نقابات بمعنى صح يا أستاذ أحمد جوال جروب نقابة المهندسين العصابة دكاتلة العصابة سيدلة العصابة تعملوا مجتمع جديد لنفسكو مجتمع كامل عنده اكتفاء ذاتي من كل حاجة بحيث حضرتك عندك استشارة طبية ومحتاج تعرفها هتروح داخل على طول على المكان اللي أنا مجمع لك فيه كل الأطباء تقدر تتوصل مع الناس دي كلها والناس بتوع الأعضاء بتوع العصابة يعني أصبح الجروب بقى مش واقفة على السيارات الأوبر ومساعدات بتاعت خلاص تتفرع لأكذا تخصص زي ما قلت في المقدمة زي ما علي قال وزي ما عندنا حد كده عضو في الأصابة استاذ تامر حبيب قال احنا اتقلبت الفكرة من ان هو جروب عربيات لعيلة وعندها جروب عربيات العيلة دي بقى معناية بكل الأمور بتاعت يومك يعني عندك ايامة كتير بيتواجهنا حد بيسأع دكتور معين عايز يبني يا عمورة عايز يشتري حاجة انت مش انت جروب عربيات بس في نفس الوقت احنا بنغطي كل الكرام ده كله بدأ بقى موضوع المشاريع والنشاطات الخيارية بتتعمل لما بدأنا نلاقي ما شاء الله في حماس والناس ما شاء الله مترابطة جدا وهم اللي بيسعوا للقصة دي لوحدهم الحمد لله احنا بقالنا أربع سنين تقريبا في الموضوع دوت بدأت في الأول خالص بان احنا ساهمنا في جزء من إنشاء اوضف سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين باسم العصابة ان شاء الله طب حاجة كويسة جدا اه الحمد لله في اوضف مستشفى بوريش باسم العصابة طب ممكن خليل باشمانستر يتكلمني عن الخبب بما أنه هو الأدمين المسؤول عن الجروب يعرفنا أكتر عن الخدمات الخيرية دي اه زي ما مهند قال كده هو مجرد بس إن في حدي ينزل بوست ويقول فيه كذا عبتلاقي العصابة كلها غير الأدمين زي حتى الأعضاء بيساعده ده هو ناقص مثلا اه أي حاجة تمام عايز يعمل عايز شغل يعني أنا كالنسة حدي مكالين مبارح إنه عايز يشتغل طب والمشاريع اللي لسه لسه مهند قال كل حاجة إحنا يعني أي حد ينزل بوست بيقول أي حاجة إحنا كلنا بتلمى مع بعض عشان هعمل له المشكلته أي أن كان بقى آآ حد عايز تجوز حد غارم عايز تطلع آآ حد عايز يساعد حد في الشارع يعني أي حاجة كله بتلم يعملها تمام على طول معانا مكالمة هاتفية الأستاذ أحمد من القاهرة ألو ألو سأخير سأخير يا فاندي متفضل آآ أنا عايز أرحب أولا بالمهندات الزعيم والمستاذ طارق آآ آآ يعني أنا من الأعضاء اللي مدام في الجروب وآآ بصراحة الجروب ده هو اللي حبزني في الأوبل يعني أنا عدت فترة أختارنا بين أوبل وكذا ماركة تانية بس الجروب نفسه بآآ علاقاته وآآ الود اللي شوفته يعني إحنا عائلة إحنا عائلة مع بعضينا فهما دلت اللي حبزوني فعلا في الأوبل وخلوني إجبت قوبل وآآ من أول ما مشترك فيه حد النهاردة آآ بصراحة الناس ما بتتخرش إزا كان الأجمن إزا كان آآ الناس اللي مكودة في الجروب قاتلة كلنا إحنا عائلة واحدة ما فيش مشاكل بتحصل ما فيش أي حاجة حتى لو ما بشوفوا غلطة في أي حتة بيدافوا عن آآ الناس اللي معاهم آآ بيقفوا معاهم ضد التوكيل ضد آآ الشعبة كان لهم متعقدين معاها كبيرة جدا بصراحة مش موجودة في أي جروب تاني وفي أي مجدد عربية تانية آآ فآ يعني بصراحة نشكرهم على المجهود اللي هم عين بي آآ من الأول الزعيم لحد آآ آآ أي أجمن موجودة كبيرة كل الناس الأجمن الموجودة آآ بنشكرهم على المجهود اللي هم عين بي وإن شاء الله في تقدمه الظهار أكثر إن شاء الله أشكرك أشكرك رزيزي أحمد أشكرك فلا طبعا عزيزي المشاهدين زي ما إنتوا عارفين إن السوشيال ميديا سلاح زوح الدين وزي ما إحنا شايفين دلوقتي إن السوشيال ميديا زي ما فيه ناس بتستخدمها في الإيجابيات وإن هي تحقق أحلامها وإن هي توصل للناس بالخدمات والخدمات الإنسانية والمساعدات بدون مقابل برضو بيبقى فيه ناس بتهاجم بدون سبب فيه ناس بتنتقد بدون سبب فيه ناس بتحاول إن هي تهدم أي كيان ناجح بدون سبب عشان كده عايزين نعرف آآ أستاذ مهند آآ إيه الانتقادات اللي توجهت ليك خصوصا إن فيه بعض الناس بتقول إن كنتوا بتعملوا إعلانات مخصصة لشركة أوبل بالذات فعشان كده دائما بسألك أو خليه الفكرة بسألك إيه المساعدات الأخرى اللي بتقدمها عشان نسبة برضو للمشاهد إن الموضوع مش فكرة إعلانية الموضوع ما هو إلا جروب بيساعد بعضه قدر إن هو يعمل مجتمع خاص به على السوشيال ميديا كلهم بيساعدوا بعض زي ما حضراتكم شايفين الموضوع مش فيك الابليكيشن موجود على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين ممكن يعرضوا تاني فريق العداد يعرضوا تاني اللي عايز التواصل الجروب برضو موجود على الفيسبوك باسم الجروب أو العصابة ممكن تقدروا تعملوا سيرش عنه وتشوفه بنفسك وتتعاملوا مع الجروب بنفسك عشان تتأكدوا إن الموضوع مش موضوع تخصص معين أو إن الموضوع فيه مصلح معينة لا الموضوع فعلا إنساني موضوع فعلا خدمي موضوع فعلا هي عيلة تانية الناس بتتكون فيها وبتشارك بعض فيها تمام فإحنا عايزين برضو نعرف منك أستاذنا إيه 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 إلي انت قدرات الحالات بيتواجهها أولا أنا بشكر حيك جدا على السؤال ده لأن ده سؤال مهم جدا ويعني السؤال ده بيتسئل أو بيتقال أو الكلام الحقيقي بتقول ده بيتقال من خمس سنين تمام فطبعا مش هلاقي الفرصة أحسن من أن أنا بقى مع حيك على الهواء عشان نوضح ونفاهم الناس طبيعة العمل المجتمعي في مصر للأسف أغلب المصريين أو جزء صغير مش خلينا ما نعممش مش مقدر قيمة حاجة اسمها العمل المجتمعي أو إن حاجة بتخدم حد بدون مقابل دايما عندنا افتراض إن انت بتعمل ده مقابل حاجة بدأنا القصة دي بدأت الناس تتكلم إن إحنا لينا مصالح شخصية أو إن التوكيل بيدفع للأدمنز في مقابل إن هو بيدافع عنه وكده خلينا نتكلم بشكل واضح كده أستاذ أحمد إن النهاردة إحنا بنتكلم إن الناس كلها ما بقش في حاجة بتستخبئ وحاجة بتبين لو حنفترض إن فيه أي مصالح أو حاجات الناس بتستفيد أو كده الموضوع أو الجروب مش هيفضل قائم خمس سنين الحمد لله بيسمع في كل حتة مصر مش على العربيات فقط ولكن كترابط إحنا بقى بيتضرب بالأعضابط والعصابة مثلا في النوم بيسندوا بعض وكامل كله كان حيبين كان حيبين لو إن فيه أي مصالح شخصية أو كده التوكيل منصور سيروات بتاع أوبل شأنه شأن معظم التوكيلات في مصر ليه مزايا وعليه عيوب وليه مزايا إحنا دورنا كأدمنز للجروب ده وقت إن إحنا بنقوم بدور وسيط إن إحنا بنحاول نساعد الأعضاء اللي مش قادرين نوعا ما يوصلوا للتوكيل هناك عن طريق إن إحنا علاقاتنا الشخصية مع الناس في التوكيل إن إحنا نحل مشاكل للناس وكده كان بيتقال زمان إن إحنا بنقبض أو فيه أماكن معاناة بتدفع في مقابل إن إحنا نوجه لهم كان ده في الأول بصراحة بيضايقنا وبيحبطنا وكان كتير بيخلانا نوقف ونهدى شوية بس اللي نيته إنه يفضل متكمل في العمل المجتمعي أو اللي هو خير وبيعمل كان ده الوجه اللي مش حيركز قوي في القصة دي ودي اللي بدأنا نعمل عليها مؤخرا إن إحنا ما بعناش نركز للاتهمات والمشاكل دي لأن طول ما أنت ناجح أعرف أو طول ما أنت عندك أعداء كتير أعرف أن إنت ناجح ومستمرك طب عشان برضو تفاكرتنا عايزين نسألة أخيرة لجروب وجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي واللي بتابعنا دلوقتي من خلال الجروب والعصابة من حداك بشو مؤنس آآ كلمة بسيطة أنا تحت أمركم أي حاجة في أي حاجة آآ عربيات غير عربيات إحنا للعصابة معاكم العصابة معاكم من خلال الجروب 24 ساعة على الجروب تقدروا تواصلوا معهم من خلال الجروب أو من خلال الابليكيشن كلمة أخيرة آآ هي كلمة أونس آآ أولا أنا عايز أشكر لبشمونس آآ رشد العادي اللي كان سبب في إن إحنا نبقى موجودين معاك في البرنامج هنا آآ الحاجة التانية استكمالاً اللي قالوا بشمونس طارق هو شعار العصابة سندك في بلدك إحنا أنا فخور إن أنا عندي أعضاء في الجروب زي الناس اللي موجودة عندنا هنا ونتمنى إن إحنا نبقى دايماً عند حصن ظنهم ودايماً شعار بتاعنا إن إحنا سندك في بلدك في أي حاجة تواجهك في الدنيا إن شاء الله ماشي أشكرك أشكرك سبحاند نورتين نهاردة أشكرك بشمونس طارق نورتين نهاردة